موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في يوم جديد وحلقة جديدة من صحتك بالدنيا مع بداية فصل الشتاء في كل سنة بيبتدي دور البرد أو الانفلونزة وبيحصل لنا التهاب طبعا في الحلق والصدر وخاصة عند الأطفال ولأننا في بداية فصل الشتاء لازم نكون عارفين إزاي نهتم بصحتنا وبصحت كمان أطفالنا ونعرف إزاي نقدر نعالج الالتهاب ده من البداية والخبر النهاردة بيقول علاج التهاب الحلقة والصدر عند الأطفال أولا بيكون العلاج المناسب للالتهاب هو الراحة وشرب السوايل من 8 إلى 12 كوب يوميا وعشان نقدر كمان نخفف البلغم ويكون أسهل في طرده مع الكحة ويمكن من ضمن العلاج هو أكيد التنفس في هواء دافئ كمان تناول الأسبرين بيساعد على علاج الالتهاب ولكن لو استمر الالتهاب ده لمدة بتزيد مثلا عن 5 أيام لازم نلجأ أكيد لمضاد حيوي وفي بعض الحالات بنلجأ لدواء موسع للشعب في شكل بخاخة عشان يفتح ممرات التنفس وده كله لازم يتم باستشارة الطبيب عشان نعرف كمان أكتر عن الخبر معينا على التليفون دكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بيجي كل مشاهدينك الكرام ربناك أهلا مرسي جدا دكتور عارفين أنه مع بداية فصل الشتاء بيكون طبعا بداية بقى أكيد الاحتقان أو التهاب مثلا في الحلق أكيد كل الكلام ده إحنا بنحس به عشان لو هنبتدي نعمل فيه طرق لو هنقول مثلا طرق بدائية علاجية نقدر نعملها في البيت إيه هي؟ وعايزين نعرف برضو أكيد سبب كل التهابات اللي ممكن تحصل لنا في الحلق خصوصا مع بداية فصل الشتاء طب هو أولا مبدايا هنازم نسرق بين التهاب الحلق وبين التهاب اللوزاتين وبين نزلات البرد يعني التهاب اللوزاتين ده التهاب ميكروبي يعني بنستاج نفسين بضط حيوية التهاب الحلق في معظم الأحوال بتبقى التهاب فيروسي يعني بنزل حالي تحيين من 5-50% من التهابات الحلق بضط حيوية يعني في الغالب ما بنحركش استخدام مضط حيوية دي دي أول نقطة نزلات البرد العادية ممكن تعمل ألم في الحلق ولازم نفرق برضو بالكلمة ألم في الحلق وبين الزئات في الحلق هو ألم يعني ده عرب يقوله المريض ناس الطفل أو الكبير يقوله أنا زوري بيوجعني فده اسمه ايه؟ ألم في الحلق لكن التهاب الحالي ده تشخيص فهذا ما ينفعش إنه الأب أو الأم أو أي أن كان الشخص إنه يشخص التشخيص من واجه بالطبيع فنقول إن إحنا الأعراض الموجودة ايه؟ عشان نتعامل معها إزاي بشكل ضحية؟ عشان ما يحصلش مضاعفات نقول إن إحنا لو الطفل عنده حرارة فقط والحرارة ستجيب للخافض ونشاط الطفل طبيعي وبعد ما بيخرج ما بتنزل الحرارة كأن الطفل ما عندش أي حاجة خاضص وما فيش أعراض أخرى فأنا كده بتكلم في دور فيروسي فممكن أستنى مثلا في خلود الثمانية واربعين ساعة على خفض الحرارة فقط ثم لو بدأت تتطور الأمور يبدأ لازم الطبيب يتحصل أما أما لو الحرارة عنيفة جدا أو طفل أقل من ست شفور أو الطفل ده بيجي له الشنجات حرارية أو الطفل عنده مرض مزين أي حاجة من حاجات دي بقى مجرد ما بيضخن نروحنا أقرب دكتور أكيد طب إيه الحاجات البدائية اللي يعني نقدر نعملها لو أول ما منبتدي نحس إن إحنا عندنا احتقان أو التهاب في الحلق إيه الحاجات البدائية اللي على طول نعملها وإنتي قلت معلومة لطيفة إنه التهاب الحلق الفيروسي بيحتاج لحاجات ساعة أكثر من حاجات البردة يعني الانتهاب والالتهاب الحل بيروسي هيتشغل ببسوط الطبيب لكن هو هيقولك لكن ده الأفضل ليه الحاجات الساعة عكس ما احنا كلنا بالنعمل آآ أما نزلات البرد العادية هي الثوائل مش لازم تكون ده أسياع عشان فكرة ليه آآ احنا دايما بناخد المشروبات السخين لو شرب عصير غلص لا ده مش غلص ليه لأنه هو الثوائل دي بجد كل معدة عشان تتوزع لكسم كله فبتاخد حرارة الجسم أو بتاخد حرارة المعدة السبعة وتلاتين مثلا فخلاص مفهاش مش كله سواء السوائل دي ساعة أو آآ آآ بردة يعني سواء ساعة أو الدفعة طبعا فبالتالي هي الثوائل هو في عام كويس حمام البخار لو في صفل عنده إفراضات من قنف كتيرة بصلا لو إفراضات لازجة أو محة كتيرة ده من الحاجات الكويسة آآ الشرب السوائل الكتير بيسهد على آآ آآ سواء لو في أعراض كحة سواء لو في أعراض راشة كمان بينزل الحرارة يعني الشرب السوائل الكتير بينزل حرارة الجسم آآ تهوية المكان الجيدة بتنزل حرارة الجسم مهم جدا فعلا آآ آآ اللبس الخفيف يعني دكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديث الولادة أنا بشكر لمداخلتك معينا النهاردة وأكيد أي أم أتمنى أنها تكون استفادت بمعلومات حضرتك وقبل ما نروح للفقرة اللي بعد كده خلونا نشوف صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا عشان أكيد أي حد عنده أي مشكلة في مجالات الطب هيكون معانا نخبة من الأطباء وهنرد على حضرتكم خلونا نروح للفقرة اللي بعد كده استنونا دايما مع صحتك بالدنيا أهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم صحتك بالدنيا أطفالنا هم سر سعادتنا وأجمل حاجة في دنيتنا من أول ما بيشرفوا للدنيا وصحتهم وسلامتهم هي الحاجة اللي بنتمناها من ربنا ولو لا قدر الله أصابهم أي مرض حياتنا بتقف وقلبنا وعقلنا بيفضل مشغول وقلقان عليهم في كل لحظة بيتقلموا فيها ولو إحنا وقفين عجزين على تخفيف الألم دي ببلقلق والحزن أشد المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة أصبح بيصيب أطفال كتير وبيرفقهم طول حياتهم وبيصيب تقريبا طفل أو اتنين بين ألف طفل في العالم وإصابته في الأولاد بتساوي أربع أضعاف البنات النهاردة هنتكلم عن مرض التوحد عند الأطفال مع القيمة والكفاءة المهنية دكتور ريهاب بعيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال أهلا بك يا فهد دكتور في الأول خلينا نتكلم عن مفهوم مرض التوحد دي الناس بيبع عندها خلط بين مجموعة كتيرة من الأمراض النفسية أو العقلية اللي بتصيب الأطفال إيه هو التوحد بالتحديد؟ بوصحك أولا حتى كلمة التوحد دي اللي اختلف عليها ناس كتير جدا في الأطفال اللي هي في السايكولوجي التوحد ترجمة كلمة ايدنتي فيكيشن اللي هم اعتبروه أنه حد بيحب حد فيقومه تقمس شخصيته يعني هنا اختلاف الكلمة اللي احنا بنصير عليها أكتر كلمة الذاتوية الترجمة الصحيحة للأوتزم هي الذاتوية التوحد هو أنه أنا أتوحد مع مامتي علشان هي بتبقى لها طريقة كده فلما حد يوعد معي يقول أنت على فكرة أنت كأنك مامتك قاعدة ده هو التوحد أنه واحد يبقى شخصيته عامل زي شخصيت حد تاني بيحبه الذاتوية اللي هو بقى أنك أنت تبقى ذاتك أكتر من اجتماعياتك سمتك الذاتوية أنا بحب كوبايت شايحة أنت بتحب بينسكة فيه أنا بحب أتفرج من البلكون أنت بحبك فرج على المسلسطة دي حاجات ذاتوية لو زادت الأمور الذاتوية بشكل خلاني مش قادر أمارن بحيث مرة ناخد شاي ومرة ناخد كده مع الآخرين لأ طبعا هنعزل عن المجتمع ومجتمع هيرفضني هو ده بقى بداية الذاتوية بداية اللي هو زي التوحد التوحد وده بيخليك كطفل بقى أنك أنت أول علامة غريبة بتظهر تأخر لغوي يعني هو من كتر هو ما بتكلمش مع الناس عشان مش عايز منهم حاجة بيبدأ ما يتكلمش هو ما فيش كلام هو مركز في نفسه ومركز في نمطياته اللي بيحب يلعبها اللي بتبسطه بطريقة موينة يلعب يرص حاجات يمشي على طراطيف صعبة ودينها أصول برضو سببها إيه؟ حسية أصول حسية أنا ممكن رجلي تكون حساسة جدا من ناحية العصبية فالسيراميك بالنسبة لي أنا أسخن منك فأنا أمشي على طراطيف صعبة وبعدين حتى لو رجلي اتزبطت بس العادة لسه موجودة فالعادة دي مع العادة بتاعة تنالعب بهاوي كده والهوو بتحرك جنبه وداني بسمع صوته حاجة لزيزة وخصوصا ما كانش فيه حد بيلعب معي أنا قاعد لوحدي بعد شوية هتبقى عادة دي معادي 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 أنت بتكون اللي بيسموها بقى سمات الرتوية سمات الرتوية فأقولك أنت سماتك بقى الحمد لله يعني حطوا حضرت مقاييس للسمات دي يعني ممكن بقى طفل عنده عشر سمات ويقبل ما فيش مشكلة حطوا رقم معين بقى من أول مثلا سيدي 30 سمات وده شيء مش قوله 30 إلى 40 بيسموه توحد بسيط وهكذا طيب لو هنتكلم عن السمات دي أو العاقلين نقول علامات علامات دي علامات التوحد أكيد اللي فهمتوا من حضرتك أن فيه تفاصيل كتير وفيه ربط كتير بيتم يعني الحاجات بينها وبين بعضها علشان نقول لا هنا في حاجة غلط ولكن المجتمع العادي بتاعنا ما يقدرش أو الأولياء ما يقدرش يركزوا التركيز ده فإيه هي العلامات الظاهرة البسيطة أو المكشوفة للعين المجردة اللي تخلي الأم أو الأب هنا ياخد باله يقول آه في حاجة غلط لازم ألحقه أنا شايف أن هذا السؤال المهم جدا هو ده ليخدم الناس فهنا أن الناس دلوقتي وبنقول حاجة كتيرا بكلمة حالك عليها قبل الحلقة أنه عملية الفحص الدوري بدون حتى ما يكون فيه مشكلة في المجتمعنا في ثقافة دي مش موجودة النتيجة لأسبابها لصلاة اقتصادية لا هي مهمة جدا أنك تروح لدكتور الأطفال العادي كل شوية تكشف عادي دكتور أنت مبسوطني دكتور أطفال العادي أنا مش بكلم حتى على دكتور النفسي أنا ملاحظة أنه عنيد أو يا دكتور أنا ملاحظة أنه ما بيتكلمش مع الأطفال أنا ملاحظة أنه بيخاف مش عارف كذا ممكن يقولك طب روحي لطب نفسي أو سلوكي لحسن ده ممكن يكون علامة كذا إيه بقى العلامات دي مثلا فيه براكتس أو فيه أقواس كده معينة الطفل المفروض يلعب مع أطفال تانية طيب ما بيلعبش ده مع طفلين بس هما دول ماشي لا ما بيلعبش ده مع طفله لا ده أخواته نفسه لا هنا بقى تعالى بقى يا أم ممكن تعديها تقولك ده دايما هو كده شايف نفسه أه لا موضوع مش بالبساطة دي طفل أطفال اللي حوالي بيتكلمه هو ما سيقول ماما بابا ما بيقولش غير كده وساعات يقول ماما على أي حاجة يعني بيمسك لكم بيقول ماما ماما مش موظف الكلمة لا ده مؤشر مش ضريف ممكن يبقى مؤشر ده تويق أو توحد الطفل بييندمج مع حاجة وماشى معينة قاعد ما سكها بيلعب ومسك في إيده مخدة أو مثلا بيلعب بحاجة وما بيسبش الألم من إيده أو يحك نفسه في حاجة حسية يعني يعني يقلع هدومه مثلا وينام على الأرض يلزق في الحيطة بتديله كده معين ماشي كل أطفال ممكن تقلع هدومه وتعمل بيشمشن في حاجة بيلحس في حاجة الحواس الخمسة دول لو استخدموا بشكل وبدأت تلاحظ وتسجل أدعو الأبا والأمهات من منبر حضرتك كده أنهما يبقوا جود أبزيرفرز يعني الناس بتلاحظ ولادها وياريت اللي بيعرفيك تبيدون حتى ملاحظات يعني ممكن ما فيش حد بيعمل كده أكيد وضغوء يعني وممكن مسؤوليات الحياة دلوقتي ما تخليش حتى الأولياء بيشوفوا أولادهم كتير أصلاً يعني أنا ممكن أسهل على حيك أقولك مثلاً والله اكتب خمس سلوكيات مدايينك في ابنك وبس كل يوم أعلم عليهم لو قيت واحدة منهم كتير قوي خد هدير الدكتور قوله دكتور أنا ملاحظ أني ابني ما بيبصش في عين كتير ما عيني ببص بسيط فيه حيكي دي ألقيتني لقيت إخواته بيبصوا لي هما بيكلموا لي أو بيكلمني هو بصص كده اللي هو من سميل آيت وآي كونتاكت ممكن طفل ألاقيه رغاية ممكن طفل ألاقيه بتنطط أو بيهز حاجة معينة بطريقة معينة ممكن طفل بيخاف جيد كل الأطفال لما تيجي تستحمى بتعايت من المية سخنة ساقة لا فيه طفل بيجيله رهاب بيجيله نوع من أنواع الفوبيا هنا بقى فيه مشكلة حسية مش قادرة حملية دكتور الحموم أو التسريح الشعر طفل الفرشة أو المشتر ما بيجي على بس فروة الراس بيتنتبه حالا يعني خلينا نقول ردود الأفعال غير المنطقية غير المنطقية لو اتكررت بيبقى هنا ممكن نقول فيه مشكلة أي سلوك كل اللي أنا قلت ده ممكن يكون موجودة الأطفال ممكن يعنده ممكن يعيطه ممكن يعيطه في المية لسه بقول ممكن تستاذي نفسه معا أكلة معينة ممكن يقلعه دمهم ويعمره لكن بتلاقي حاجة منركز عليها وثبت على طول مش موجودة في أقرانه لهم من نفس السن وبشكل ملفت ممكن نسأل الدكتور عليها وده طبيعي كده يا دكتور احنا للأسف يعني خلينا نسمي الأشياء بمسامياتها يا دكتور احنا الأطفال اللي عندهم أمراض نفسية من نوع التوحد ومش عايزة سمي حاجات تانية اللي علينا فيها احنا مقتنعين ان يعيني خلاص حياتهم اتدمرت وبيموتوا صغيرين وما لهمش مستقبل هو كده احنا حفظينها كده حفظينها كده لا طبعا هو أولا بالمناسبة هو مرض عقلي وليس مرض نفسي التركة انه لا والعمر زاد فهنا زي ما حاجة بتقولي العمر زاد دلوقتي نتيجة للتقدم الطبي بقى اللي عنده داون سندروم او المغولي بعد ما كان بيموت عند 30-40 سنة بدلوقتي بيموت 60-70 فالدنيا بتضغير هي قصة بقى انه انه هزا مثلا المرض لا يعالج انا رأيي دي دي بندن على سايكولوجية الدكتور تمام يعني ما جت مجموعة انا في الاخر احتارت في الموضوع ده ففي مرة لو دخلت عليها المكتبة تلاقي ايه 15 كتاب الناحية دي و15 كتاب الناحية دي وانا قاعد ما بينهم التصنيفة دي انا لقيت 15 كتاب بيكلمه في القوتز مثلا يعني انه دا مرض لها علاجة له It's unremediable disease وال15 كتاب تايم بيكلم بيقول completely remedable قابل جدا للعلاج طب وكتب يعني امهات الكتب من المراجع الاوروبية والامريكية مدارس مختلفة اه هتا حالي لقيت في الاخر انا شايف انا رأيي ده وقد يختلف معها الاخرين انه ده تنشئة الطبيب فيه طبيب تشاؤوني احنا لما دخلنا كله طب احنا وزملائنا كان ليه زملائي اقول ليه ابني انت ليه مسودها كده هتبقى كوي ده زميل الطبيب اللي هو قد يكون تفوق ودخل واصمح استاذ كبير بعد كده في مجال المسي في مجال النساء والتوليد الاورام تقتي ليه بيدي اراء علمية متشائمة وهي مبنية على حقائق وعلى facts evidence based medicine طب مبنية على الدليل لكن في حقائق من نوع تاني لكن في حقائق من نوع تاني اه انا طبعا من المدرسة دي مدرسة انه انا لأ انا شايف انه ومش شايف انا بقول لحك انا بمارس والاطفال الحمد لله رب العالم فضل لا بتخف مش هقول لك 100% اكيد فيه حاجات بس على فكرة كثير من ما لا يعالجه عارفة السبب ايه مش في العين في الظروف المحيطة بالعين بابا مش قادر يأخره سنة دراسية مامتو مش قادرة على فلوس اللي مش حاجة الهايطر بالك اوكشجين اللي هو العلاج مثلا انت سؤال فالعمال دي بتتدخل في المصير طيب خلينا هنا يا دكتور يمكن من الحاجات المهمة اللي اكيد بيتوقف عليها العلاج هي وضع الحالة لما بتجيلك خليني افهم من حضرتك التوحد بيبتدي من كم سن ايه درجاته وامتى في المراحل دي او في الدرجات دي امتى يكون لسه في امل كبير ان احنا نلحق كل دي اسألة حلوة جدا هو ايه احنا تعودنا ان احنا يخش علينا الاب والام اللي هما بتسميه انا بقولهما جماعة انتو السكور مثلا بتاع الموسوعة الجينوس بتاعتي الاسبوع ده او الشهر ده الاب اللي بيخش عليها في سن السنة وشوية سنة وشوية طفل سنة وشوية اه طفل سنة وشوية ده بيبقى اب او ام في عرف المجتمع والاطباء early detection او كشف مبكر ده حسب العرف هو التعود في دولنا العربية يعني عشان انت اصفين دلوقتي برا مسلا ممكن فيه ساينز لطفل عنده شهور نقدر نقول الولد ده شكله كده ممكن يطلع بس بيبقى detected في مجتمعات يعني شوية مركزة اكتر مننا زي ايه يعني في طفل الرضيع او في سن السنتين قبل السنة الاولى طفل وهو صغير ما بيعملش خارس معاك eye to eye contact يعني خد يبقى لك انسان تجيب طفل لسه مولود لسه مولود وبعد بالضبط مرور ساعة كده لو لو المفاجأ يعني كتبت تطلعين للسنة كده ممكن ده ايه بيطلع للسنة وليك او اه برغم ان هو عينه بتاخد لحد اربع شهور عشان يقدر يشوف كويس بعمل كده زي قناة منغبشة تلفزيونية منغبشة لكن فيه ممكن خنوات تواصل مختلفة خنوات تواصل سبحان الله ادراك وزكاء فالطفل ممكن من طول النهار بعيط طفل رضيع مامتو مفيش حاجة بتهديه اكل غيار الجو بارد دفناه كل اللي انت عايزاه نعملونه وعملناه بس هو غوي عياط هو غوي عياط وفي نفس الوقت فتجمع السين دي مع السين تانية ما بيعملش آي تو آي كونتاكت هو صغير معاك ما بيأكلش الرضاع اللي من رفضه ليه طعم كده معاين فبقه هو دي يخد بك دي حاجة حسية هو التوحد فيه مشاكل حسية كتير فممكن منذ الرضاع لو وقع في مجتمع طبي متخصص أو وقع في مجتمع عراقي ممكن يلقطه بدري جدا احنا في مجتمعاتنا العربية مصر تونس الجزائر فلسطين ما عرفش الكلام ده كل عشان حاجة تونس بنشوفها الإيرلي عندنا بتاع سنة ونص وده سن مناسب ده كده بدري بالنسبان لكن لكن الغالبية منتكلم من 3-4 سنين ده بتشوف العالف يقول لك يا دكتور المدرسة رفضت بقول لي عنده توحد والستة جاءت عالي بتقول لي بيعمل كده قالت لي النظرة ده توحد طبعا ساعات بيطلع وصعات ما بيطلعش بس اللي عايزين بقى آخر إجابة في أسئلة حاجة تقول لي أنه هو بعد سنة 4 سنين غالبا صعب أن يجي لك المرض ده فيه فيه حسمها late onset autism التوحد متأخر بس ده يعني نذر قليل جدا طيب أنا دكتور إيهاب عيد بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا بصراحة أنا كان لسه عندي أسئلة كتير عايزة تقالها كتير قوي بس للأسف الوقت ما أسعفناش لكن أكيد حيكون لنا لقاء تاني لأن الموضوع ده مهم جدا وإحنا حابين نطمن الأمهات والأباء على عيالهم بس أنا عندي يعني طلب استنتجته من كلام أستاذ أو دكتور إيهاب العائلات معلش لما تلاقوا أم أو أب مهتم شوية زيادة بابنه وعايز يوديه للدكتور بلاش نتدخل ونقول له لا أصل أنت عندك هس هس أصل ده أول عيل فأنت مش عارف تتعامل شوية وحيكبر ويبقى زي أصحابه زي أخواته تبعطى للعائل جدا بالضبط فلو الأم أو الأب قرر أنه هو يهتم بصحة ابنه بدري ويعمل تشاكابس ويتابع من فضلكه سيبوهم يعملوا ده لأنه ده الصح طلع عنده حاجة قدينا الحقناه ما طلعش عنده حاجة الحمد لله في كل الحالات وقدينا متابعين مع أولادنا وفي الآخر بنرجع نقول أن التواحد لا أحبش أسميه مرض لأنه هو حالة في الآخر وبتتعالج ولو ما تعالجتش الطفل بيعرف يتعايش ويمكن المفاجأة الحلوة اللي عرفناها النهاردة أنه لو الطفل عد أربع سنوات الحمد لله بيبقى صعب أنه هو تجيله فلو عيالكو عدت أربع سنوات يبقى إحنا تجاوزنا مرحلة الخطر زي ما بيقولوا المهم أنه إحنا نتعامل صح هو مش أنا أسفع الكلمة اللي هقولها بس هو مش مختل عقريا ولا هو مجنون ولا هو أي حاجة هو عنده مرض بسيط وبيتعالج محتاج بس شوية اهتمام زيادة عشان نعرف نسيطر على طريق التفكير وطريقة مواهبه أو الأصح مش نسيطر عليها نوجهها صح دكتور إيها بعيد أستاذة صحة العامة والطب السلوكي للأطفال شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا مشاهدينا أي سؤال أي استفسار صفحة صحتك بالدنيا موجودة تحت أمركو تقدروا تبعثلنا والدكاترة طبعا متوفرين معنا عشان نرد عليكم وعشان نتكلم في كل المواضيع اللي تهمونكو خليكم معنا على سي بي سي أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا في الوقت الحالي بتعتبر أمراض القلب من الأمراض الشائعة على مستوى العالم وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية صرحت بأن الملايين من النساء والرجال حول العالم يفقدون حياتهم سانويا وده بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا الأطباء صرحوا بأن السيدات معرضات بشكل أكبر من الرجال للإصابة بأمراض القلب فعلشان كده النهاردة حبينا نعرف نصايح أكتر عن الحفاظ عن صحة القلب وهيكون معنا النهاردة ضفنا المشارفنا النهاردة بالستوديو دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا برحب بحضرتك يا دكتور وأهلا بحضرتك والشرف لي وجودي في هذه النفذة العالمية الشرف لنا التوعية الرصينة وتمنياتي لقلوب المصريين والعرب والناس في العالم كله إنها تكون بصحة وسلام وخير وعكة إن شاء الله أمين عارفين إن أمراض القلب يمكن أو يعني هنقول القلب نفسه الحياة للجسم كلها صح يعني كل حاجة مقتصرة على القلب عايزين نعرف بقى يعني صحة القلب دي بتيجي إزاي وهنعرف كل حاجة عن صحة القلب الأنواع الأكل يعني عايزك كده تبتدي النهاردة تقول لنا كيف تحافظ على قلبك آه بالضبط يعني إحنا دايما بنسمع إنه مؤخرا إنه في شباب كتير ممكن تتوفى بسن صغير فعايزين نبتدي نعرف إزاي نحافظ على قلبنا إزاي تعيش بقلبي سليم بداية زي ما حالك قلت الكلام بتاعه من نظمة الصحة العالمية إن المرض القلب هو القاتل الأول على مستوى العالم وكان لغاية وقته رايب نقولي ستات عندهم حماية بالهرمونات الأنسوية لغاية سن الخمسة واربعين ما بيجي لهمش أزامات قلبية طبعا ده مفهوم يعني المولى عز وجل عايز يحافظ على السيدة لأن هي الأم ويحضنة الطفولة وهي رعاية الأسرة فكان بيديها فرصة إنها يتخلص الوظيفة الإنجابية بتاعتها وبعد سن الخمسة واربعين تتساوى نسب الإصابة لكن للأسف دلوقتي بنلاقي شابات وفتيات في العشرينات والتلاتينات أنا عملت يعني دعامات لفتيات في العشرينات وفي التلاتينات وفي الاربعينات جايين بأزامات قلبية طبعا إيه اللي غير الخريطة اللي هي نسميها الديموجرافيك أو بتاعة القلب إن بقى معترك الحياة في تنافس بين الستات والرجال يعني الست اللي هي زمان كانت قاعدة في البيت وهدية ومرتاحة لا دلوقتي صحتها أعفب كتير من دلوقتي دلوقتي الست بقت خلاص بتنافس وبالمناكب بتصارع في العمل وعايزة تثبت نفسها فماشي كويس الطموح مطلوب يعني بس مع هذا الطموح لازم يبقى فيه يعني وتوازن بين الإمكانيات والطموحات عشان الدنيا تبقى بلنس المتوازنين الحاجة التانية أن الستات بقى نسبة عالية منهم ودخنات يعني دلوقتي يا حضرك لو دخلت أي كافيه هتلاقي الأم والبنت هم اللي عاديين شيشة ويمكن الأب بعد يشرب عصير ويتفرج عليهم وفرحان إن بنته يعني بقى مدر وبتدخن شيشة وكده فالتدخين ده مقدمة لأمراض القلب يبقى إذن التوترات والصراعات التدخين نمط الغذاء بقى يعني برضو الجيل الصاعد أنا بلاقي نفسي أنا اللي باكن لوحدة الأكل التقليدي الرز والخضار والحاجات كده كل الأولاد والبنات ديليفري تاجهين طبعا ديليفري والفاست فود كله ديليفري وكله فاست فود كله أكل فيه نسبة دهون وشحوم عالية فيه نسبة زيوت عالية الكالوريس فيه عالية فبيجي لهم بعد كده مشاكل في الشرائيين التاجهيه هم في سن صغير الشرائيين التاجهيدي عبار عن إيه؟ لو بصينا للموزج القلب هو مش كبير كده كل واحد عايز يعرف حجم قلبه يعرف قبضة إيده هو حوالي 300 جرام يعني 3 كيلو ممكن في الرياضيين يبقى أكتر شوي يعني مو صلاح لو شفتيها تلاقي قلبه أكبر لعني زي مع عضلاته كبيرة ممكن تلاقي قلبه كبير شوي لكن في الناس العاديين اللي ما بتحركوش اللي زي أنا لو القلب كبر تبقى دي حاجة مش كويسة اه على قدهم اه لو كبر تبقى حاجة مش كويسة يعني لو جي تعمل موجات صوتية على القلب الواحد عادي كده زي أنا ولايتي القلب كبير أقل عليه فالتضخم اللي هو في الناس العاديين حاجة مش كويسة ولذلك أنا دايما بقولها بطريقة المزاح يعني دكتور القلب الناس يقولك ده فلان قلبه كبير لا أنا ما حبش القلبه كبير أنا عايز اللي قلبه صغير قد عبدت إيده ده يبقى قلب صحيح عادةً قلب الكبير ده قلب مريض معتل في ضعف في عضلة القلب هو القلب ده اللي بيودي الناس في هو القلب ده هو أساسي مشاكل في كل حاجة وهو لما بيبقى هو اللي بيقود المخ بتبقى مشكلة يعني بصي هو التوازن يعني الفرعنة قدسه القلب وكان القلب ده يعني يقولك الإنسان في الآخرة عندهم يتحطي القلب هو أما حاجة لو سقل في الميزان يبقى ده هيعدي لازم لقلب كده قلب رصين محتوي في مشاعر وإنجازات وعاطف وكده فالقلب ده حتى من أيام الفرعنة كان له خصوصية يعني إيه بقى اللي بيضمر للقلب في العصر الحديث وإزاي نحافظ بقى نمسك حاجة حاجة لو تكلمنا مثلا على الشرعين التجايل هاي كلتيها هنلاقي إن ضغط الدم المرتفع ده مقدمة لأمراض القلب والشرعين التجايل واحد يقول لي طب إيه اللي جاب القلب للشرعين ما هو والضغط العالي ده بيحمل على القلب وبيحمل على أقدار الشرعين فبيعمل تصلب الشرعين التاجي ده اللي هو الأحمر اللي هو ده هم ثلاث شرعين واحد كده واحد كده وواحد من الخلف دولة بنسميهم الشرعين التاجية لأنها تحيط بالقلب كالتاج عشان كده تسمي التاجية كورونا كوروناري ما كلمة كورونا طلع من التاج الفيروس التاجي وللأسف الكورونا برضه بيصيب الشرعين التاجي يعني لدينا إنه بيعمل بعض المشاكل وبيعمل بعض الحالات اللي تعبت وبيعمل ضعف عضلة القلب في بعض الحالات يعني فإحنا الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج ربنا خليق له بطانة ناعمة ملساء زي الحرير وعنده قدرة على التمدد فلما بيحصل فيه ترسبات من الضغط ومن السكر ومن الكوليسترول والدهون ومن التدخين والانفعالات وضغوط العصر يبدأ يفقد المرونة بتاعته يبقى عامل زي المسهورة المتالك اللي هي لا تتمدد يجي الإنسان عايز يتحرك عايز يعمل مجود زيادة عايز تمدد عشان يدم زيادة زي العربية وانت بتجري عايز سحب أكتر في البنزين فيلاقي الشريان إيه قافش فجيله الأزمة في صدره واجع في صدره دي بداية قصور الشريان التاجي كلمة قصور قاف وصاد أصبتين أسأل لك أنا عندي قصور فكر أنه كسر يعني لا بالقاف وصاد يعني الشريان التاجي قاصر عن أداء وظيفته طب وظيفة الشريان التاجي إيه بقى إنه هو بيغزي القلب فيه ناس هيقول لك هو القلب محتاج دم يغزيه ده هو فيه الدم بتاع الجسم كله ده هو من بعد دم طب إزاي يعني هو مش من بعد دم الحقيقة هو عامل زي الصراف اللي في المؤسسة أول كل شهر ممكن تلاقيه جاي من البنك قبل ما يبقى فيه بقى الكريدت والكلام ده كنت تلاقيه أول كل شهر جاي معا خزنة واحد شايل معاه معهم كم مليون الناس تحسده لا هو مش بتوعه هو مهمته يوزعهم بيوزع المرتبات على كل المؤسسة وهو له مرتبه ممكن ياخد المرتب بتاعه أول مرتب حقه هو راح جاب الفلوس من البنك نعرف ما هو القلب أنا بشبه بالقلب يعني ما هو القلب معاهة الدم بتاع الجسم كله لكن هو له حصة بياخدها عن طريق شهرين التاجي عادي بتقولي الرياضة ما أنا مش لازم أروح جام ومش لازم أروح نادي امشي بس كل يوم حتى في الشقة رايح متحرك لو عندك إمكانيات هاتمشايا دي وقاية من أمراض الألم إذن الوزن والتحكم في الضغط اللي اكتشف المبكر ليه والضغط ظبطه في منتهى سهولة يعني مثلا لو أنا اكتشفت أن عندي ضغط عالي وعشان أعرف أن أنا مريد ضغط برضه ما ينفعش أن أنا أيس مرة وأهدف صيدلية وأنا معدي في الشارع كده أقول أنا مريد ضغط لا ده من الصح طبعا لازم ثلاث مرات متفوتة يعني يبقى فيه بينهم وقت النهاردة مثلا بعد يومين أيس بعد يومين أيس وفي عياد الدكتور متخصص يعني فيه شروط معينة عشان أحكم على الإنسان ده عنده ضغط ده مرتفع لأن مجرد أن أنا شخصا عنده ضغط مرتفع هياخده دوما ده الحياة هيقول لك إيه ده أنا باخد الأرس لما بصدع أقول له يا حبيبي ده أساسا الصدا ممكن يكون هو اللي معلي الضغط أنت خد مسكن أحسن يعني طب أنا عايزة أعرف أن الأدوية الرجيم اللي احنا بنسمع عنها وفيه أدوية ممكن تكون المريض بياخدها لأمراض تانية يعني ممكن يكون بيعالج مثلا أمراض تانية وبياخد أدوية هاي أنا عايزة أعرف بها في بعض أدوية بتتابع تاعت الرجيم دي حاجة مهمة جدا وأكيد الأدوية بتاعت الأمراض التانية دي برضو بتتأثر إزاي على صحة القلب وفيه دوة واحد بس للمنظمة الأغزية والأدوية الأمريكية قررته كل الأدوية التانية لها أراض جنبية وممكن تعمل أزامات قلبية ومشاكل في المخ أدوية التخسيس كلها فدي أنا مش معتار بيها بصراحة يعني نيجي بقى على الحاجات اللي منتعطها كتير حضرتك أنت جربت بيعادة كده في الشغل وتقولي حد مصدع هتبص تلاقي فيه خمس شنط من البنات أو من السيدات معهم الأدوية المسكنات مش هنقول لأسماعات تجارية بالضبط كانها بمبون المسكنات دي عدو القلب الأول يعني بالإفراط فيها كل شوية مسكنات مسكنات دي بتعمل بترفع ضغط الدم وممكن تعمل وممكن تعمل جلطات في القلب وممكن تعمل مشاكل في الكلة نسبة عالية جدا من الناس اللي بتعمل غسيل كلاوي يقول لك أصنع حصل رجبتي مش عارف إيه رحت للدكتور كتب لي كم حقنة قال لي بعد ثلاث يام تيجي لا أنا كملت عليهم شهر بقى تفاجأني الكرياتينين عالي وجالها مشكلة في الكلة فالمسكنات فانت عندك المسكنات دي ممكن ترفع ضغط الدم فتتبك الكلة وهي نفسها بتتبك الكلة فهي ممكن تأثر على الكلة ايه بطريقتين دي أول حاجة في الأدوية الكورتزونات طبعا بس يعني دي بتتاخد مثلا في بعض الأمراض بتاع الغدد الصماء لازم تحت إشراف طبي الجرعة تبقى محسوبة والوزدروال بنسميها وينينج في طام عارفة الطفل اللي عايزة تفطميه بالتدريج ماينفعش مرة واحدة تقولي له يبقى مثلا معتمد على رضاها وبعد كده بكرة لا مافيش لا ماينفعش هتحصل مشكلة كبيرة لازم بالتدريج مرة ومرة نقالي الواجبة واجبة لازم تتسحب بالتدريج الكورتزونات دا من الحاجات اللي بتعلي ضغط الدم ممكن يعمل سكر ممكن يعمل مشاكل في الشرعين التجايد برضو من الأدوية اللي الستات بتاخدها في فترة اللي هي القصوبة أدوية مناء الحمل دي برضو مش أي حد ياخد لأنها بتعلي ضغط الدم وبتعمل جلطات في السقين لذلك هتلاقي نسبة عالية من الستات اللي تقولي رجلي واجعتني سمنت الرجل ولا هستني بتاخد برشامة مناء الحمل آه نعمل دب لاي فيه جلطة في الرجل فالبرشامة مناء الحمل سواء راس دي مؤذية جدا المضادات الحيوية اللي بتتاخد بدون شرف طب يمكن تتعب بالقلب يعني فيه بعض مضادات حيوية ممكن توسع الكيو تيت لحبة كهراءة القلب فما ينفعش برضو تاخد مضادات حيوية بدون إشراف طبية بدون طبعا إذن الأدوية وفوضى الأدوية وفوضى تعاطي الأدوية من الناس ده فيه ناس أدمنت أدوية يعني إدمان بقت مدمنت أدوية ومسكنات آه ويقولك هو كده أنا ما أقدرش وأخطر أنا بعتبره عقار اللي هو نيكوتين بقى اللي هو موجود في السجارة التدخين أنا عارفة أن حضرتك من قوائل الناس اللي بتمنع التدخين خصوصا مرض القلب أو أي حتى يعني مرض أنا بشكر حضرتك جدا شرفتنا ونورتنا ولازم نشوف حضرتك تاني لأن كل المعلومات اللي حضرتك بتقولها مهمة جدا لكل الناس خصوصا التدخين الأكل مش صحي وزي ما أنتوا شفتوا وأتمنى تكونوا وأن أنتوا كمان استفدتوا وكان معنا طبعا دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا قال لنا قد إيه أهمية القلب وربنا خلق القلب ليه عشان يحافظ علينا مش بس في قراراتنا كمان في صحتنا وصحة الأعضاء تانية وأكيد صحتنا دايما بتكون بالدنيا وقبل ما أختم فقرتي دلوقتي حابين اللي تابعنا معينا النهاردة في الحلقة أو حتى ما تابعناش يتابعنا على صفحة السوشيال ميديا على الفيسبوك صحتك بالدنيا بالعربي اللي حابب طبعا يتابع الفقرات أو المواضيع أو اللي حابب يسأل أكيد يبعث لنا على البيتج وبكده تكون خلصت فقراتنا دلوقتي وفقراتنا كتيرة وتابعونا دايما مع صحتك بالدنيا أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا أسباب تأخر الإنجاب كتير ومنها مرض دوالي الخصية والنهاردة في صحتك بالدنيا حنتكلم عن الدوالي وتأثرها على الإنجاب وإزاي ممكن يتم علاجها مع ضيفي أستاذ دكتور خالد سالم أستاذ جراحة ذكورة والعقم بمركز مصر للذكورة أهلا بك يا دكتور نورتني الله يخليك طيب دكتور في المداية السؤال الأهم أنت الزوج أو الراجل يعرف أنه عنده مشكلة دوالي إيه الأعراض إحنا الأعراض يعني المريض اللي عنده دوالي وحيحتاج يعمل عملية دوالي ممكن يجي بشكل من ثلاثة إما تأخر الإنجاب وده الأهم يعني زوجين بقى لهم متجاوزين مثلا ستة شهور أو سنة معصالش إنجاب الستة سليمة الراجل حنبدأ نبص عليه لأن السالم أنا وبتاعه مش كويس وعنده دوالي هنا ده الحاجة العرض الأولاني تأخر الإنجاب العرض الثاني عنده وجع في الخصتين العرض الثالث اللي هو ممكن يجي إنه يلاحظ حاجة غريبة يعني يحس إنه فيه أوردة متضخمة جوة كيس الصف مسألة الوجع ليس بالضرورة كل مريض عنده دوالي عنده وجع على فكرة نسبة بسيطة جدا من المرضى اللي بيجوا اللي بيبقى عندهم دوالي بيجوا شتكوا من الوجع يعني أقل من 10% يعني عشان بس تبقى إحنا متفاهمين النقطة ديت العرض الأساسي للدوالي هو تأخر الإنجاب تمام طيب أسباب الدوالي يا دكتور تتلخص في إيه؟ دوالي من هالسبب الدوالي دي حاجة من عند ربنا يعني ما هيش من الشيل التقيل ما هيش من الوقفة ما هيش من اللعب الرياضة ما هيش من لبس الهنوم الديقة بلاش علاقة خالص بأي حاجة يعني مش زي ما احنا عارفين على باقي الدوالي اللي بتبقى موجودة لا الدوالي السقين ده من الوقفة الكتير ليه؟ لأن الوقفة الكتير بتخلي الضغط على الأوريدة بتاعت الرجلين عالي إلى آخره ده قصة تانية خمسة لكن الدوالي الخصيتين ما لهاش علاقة بال يعني مش لو واحد رياضة وبشي الحديث حيبق عنده دوالي ولو واحد ما ملحبش ولا ليها دعوة حتى بجنات أو بوراثة هنا سؤال بقى نقطة الجنات ديت نقطة مهمة ايه المقصود بكلمة الجنات يعني هو ورسها من أبو؟ لا اللي بيحصل بالظبط إن بيبقى السمامات بتاعت الدوالي الدوالي عبارة عن إيه؟ أوردة السمامات اللي بتسمح بمرور الدم في اتجاه واحد ناحية القلب بتبقى بايزة فالدم بيروح ويجي في اتجاهين خلاص هو ده المقصود بكلمة دوالي بقى ده نظر الدوالي إيه؟ السمامات دي بتبقى بايزة طيب الخلل بتاع السمامات دي بيبقى بايز نتيجة إيه؟ نتيجة في خلل جيني معين موجود عند الشخص فبيخلق السمامات دي بايزة أي مرض بيجي الإنسان نتيجة خلل جيني بس عشان يبقى إيه متفقين فهو الناس بتفهم الكلام ده على إنه ورسل من أبوه الكلام ده مش صحيح طب هو أبو أنجابه بزبط أنا عايز أتكلم في النقطة دي هو يعني أبو أنجابه صحيح لإن أكيد الحمد لله دلوقتي مع التطور العلمي بقى كل حاجة يعني ليها علاجات أو ليها حلول حتى وإن كان بنسب معينة بتختلف ولكن مدى تأثير الدوالي على الإنجاب يا دكتور؟ يعني هل فعلا ممكن تكون مانع نهائي للإنجاب؟ الدوالي من الأسباب المهمة جدا 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 لتأخر الإنجاب زي ما احنا عارفين في العقم الأولي أو عدم الإنجاب الأولي يعني شخص جاوزه مؤخلفش من البداية من 40% لـ 50% العقم السنوي يعني خلف قبل كده ومش قادر يخلف تاني 80% فهي سبب قوي جدا وده أكتر أكتر سبب يعني قابل للشفاء في علاج عقم الرجال الدوالي يعني أنا عندي مثلا عقم الرجال له أسباب كتير خلاص في أسباب محددة قابلة للشفاء يعني قابلة للشفاء يعني العيان حيخفوا خلاص ومعادش عنده مشكلة في الإنجاب من ضمنهم الدوالي حلو جدا الكلام ده فده بالنسبة لده بالنسبة لنطق عشان أكون صريحة الحقيقة هو مركز مصري للذكورة مش في يعني الشهادات مجروحة فيه من كل الناس مش في أمراض معينة بس هو في كل حاجة ما شاء الله نسب النجاح عندكم عالية جدا ونسب التفوق ونسب الأمل اللي بتدوها للناس في المركز عندكم متميزة جدا في مصر بس هنا يا دكتور احنا بقى لازم نوضح للناس انتوا بتعملوا ايه التشخيص بيتم ازاي عشان تبدو الأمل بتاع الشفاء ده للناس دلوقتي احنا يعني أول حاجة عشان حقق نتيجة يبقى لازم التشخيص صحيح أكيد يعني كتير جدا من العينين يعني أنا مش حاول عيان يعني مئات العينين أنا شفتهم عيان ما عندوش دوالي ودكتوري قالوا انت عندك دوالي ويعملوا عملية دوالي لا مش هستفيد انهو أصلا ما عندوش دوالي ده مثال من ضمن الأمثل احيان عندو دوالي على ناحيتين ومشخصينه عندو دوالي على ناحية واحدة ده برضو عيان مش هيستفيد لان هي موجودة على ناحيتين ناحيتين ووصلين ببعض ولهم تأثير سلبي خلاص يبقى نهو ما شلتش الدوالي على ناحيتين يبقى العيان ما استفدش ده من ضمن الامثل عيان تالت متشخص ان عنده دوالي على الناحيتين بس الدكتور قال له لا لا اللي على الناحية التانية ديت مش مهمة دي بسيطة فاحنا مش حنعملها عيان رابع العيان عنده دوالي على المريض عنده دوالي على الناحيتين كويس والدكتور طالب منه اشعة وعمل اشعة وطالب فيها دوالي بسيطة على الناحيتين وقال له لا لا دي مش مهمة طبعا هنا دي مشكلة مشكلة في يعني في فهم الطبيب وفي التشخيص بتاعه ليه؟ لسابق بسيط جداً أنا النهاردة لما حابعت مريض يعمل دوالي حيعمل أشعة دوبلكسي ملون هو أنا بالفحص الإكلينيكي لو هي درجة ثالثة طيب ما أنا مش محتاج أشعة عشان أشخصها هي ما أنا متشخصة يعني إكلينيكيان متشخصة صحي كده؟ يبقى معنى أن أنا بعد تعياني يعمل أو مريض يعمل أشعة دوبلكسي ملون يبقى أنا بتكلم على الدرجة البسيطة أو المتوسطة صحي كده؟ طب لو أنا مش شاف لها إيمة طبعا أنا بعتم بعمل أشعة ليه؟ ما فيش مبارن أنا بعتم بعمل أشعة أنا بتكلم بطريقة بسيطة وعقلية يبقى إذن أول مشكلة بتقابلنا في علاج الدوالي هي تشخصها كتير 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 بيدخولوا في مشاكل في التشخيص سواء ما بيشخصهاش أو بيعمل بدون تشخيص أو الدوبلكس اللي بيعمله يعني الدكتور اللي بيعمله ما عندهش خبرة فيه يعني فيه تفاصيل كتير يعني على سبيل المثال لو أنا بعمل دوبلكس للمريض بجهاز إمكاناته محدودة مش هقدر شخصه طيب ولو أنا بعمل التشخيص بجهاز إمكاناته عالية يعني أنا ما شاء الله إحنا جايبين عندنا في المركز أحدث جهاز دوبلكس ملون عشان ما بقاش أنا بعمل تعال مركة معينة هو مركة مشهورة جدا ألماني وده من أقوى الأجهزة يعني أنتو عندوكو يا دكتور في المركز الحالة أو المريض مش يحتاجش يطلع بره كل حاجة بتتعامل جوه المركز بالظبط كده وتحت إشراف الدكتور المتابع لي بالظبط كده والتقنيات يعني بالظبط كده آخر ما وصلت إليه التقنيات إحنا بنجيبه يعني إحنا بنعمل عملية إحلال يعني أنا عايز أقول إيه إحنا مثلا كان جهاز دوبلكس اللي عندنا ده إحنا كان عندنا جهاز اللي هو الفيرجن اللي قابليه أو الموديل اللي قابليه إحنا عملنا عملية إحلاله وتجديده ده بيتكلفنا رقم ضخم رقم ضخم ده لصالح المريض يعني مش مجرد الوجاه يعني المريض هو بيعمل الأشعة هو مش عارف الجهاز اللي عمله ده جهاز عالي ولا جهاز مش عالي لكن إحنا النتائج ده بتفرق والدكتور كل ما كان معاه أجهزة متطورة كل ما كان ده أفضل في التشخيص فأول نقطة في إشكالية النتائج الدوالي هي في تشخيص النقطة الثانية خبرة المريض خبرة الدكتور أسر الدكتور لو ما عندهش خبرة هو ممكن جدا يعمل مشكلة للمريض النقطة الثالثة الأجهزة أو التقنيات اللي معاه مش بكلم بقى في التشخيص زي أنا بكلم في العلاج يعني حعمل دوالي بميكروسكوب ودبلر جراحي المريض هيستفيده وحتبق أعلى نتائج مش حعمل بميكروسكوب جراحي ودبلر ممكن أضر المريض الميكروسكوب الجراحي إحنا بنقدر نكبر به الشريان اللي بيغزل خصية لو تأزى الخصية كلها تأزت يعني ممكن يحصل فيها ضمور طيب الشريان اللي بيغزل خصية ده هو عبارة يعني حجمه إيه؟ لو أنا جبت ألم وحطيت خط به على ورقة بيضة هو بالضبط حجم الشريان بتاع الخصية فأنا ده من سابع المستحيل أقدر أميزه بعيني المجردة يبا إذا أنا محتاج إيه؟ تكبير وهو ده قيمة الميكروسكوب النقطة الثانية الدبلر الجراحي ده جهاز إحنا بنستخدمه قطة العمليات عشان نحدد الشريان اللي بيغزل خصية المجلس بتاع بتاع الدبلر الجراحي ده بالضبط قدي سن الألم يعني عشان ناس برضو تتخيلوا يعني هو بالضبط قدي سن الألم ما أعتقدش الناس هتقدر حتى تشوف السن ده في في التلفزيون لكن أنا أستطيع إحنا مدخنين قدي إيه رفيع؟ مصغي يعني يبقى إذن ده أنا بقدر أحدد به الخط الرفيع ده اللي هو الشريان اللي بيغزل خصية وبالتبعية أقدر أعزله طيب أنا لو عزلت الشريان اللي بيغزل خصية وحفظت عليه يبقى هنا دلوقتي هيحصل ضرر من العملية على الإطلاق ولذلك كتير جدا من العينين ييجي يقولي الدوالي بترجع يعني دكاترة النساء أو دكاترة اللي هم عايزين يعملوه أطفال أنا بيبقى وقبل آخره أو دكاترة الجلدية يقوله الدوالي بترجع أول السؤال اللي عين بيجي اسأله هو وعد يقولك إيه الدوالي بترجع ها بترجع لو تعبت توحش إنت إيه 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 اللي خليها ترجع لو أنت معاك تقنية عالية معاك قلات عالية يعني معاك ميكروسكوب بتقدر تشيل الدوالي كلها وبتحافظ على الشريان اللي هو الحاجة المهمة خلاص يبقى ما فيه حتطلع نتائج كويسة جدا وحتتتجنب المضاء طيب هل الدوالي ممكن تأثر على إنتاجية السائل المنوي أو الكواليتي يعني بتاعت الحيوانات المنوية؟ الدوالي بتأثر على وظيفة الخسية ككل ممكن جدا تأثر على العدد ممكن تأثر على الحركة ممكن تأثر على التشوهات زيادة نسبة التشوهات وممكن تأثر على إنتاج الخسية من هرمون الزكورة تأثير الدوالي السلبي على الخسية متعدد وفي الغالب الأعام ما بقاش أثر واحد يعني مش كتير إن كنت تتلاقي العيان عنده عيب واحد لا غالبا العيان بتلاقي عنده أكتر من عيب يعني أنا حد مثال واضح كان في المية من المرضى اللي عندهم مشاكل في الإنجاب عندهم خالة هرمونية تلتين المرضى طيب الخالة هرمونية ده نتيجة إيه نتيجة إن الخصية بتنتج هرمون الزكورة عشان بس نعرف مصدره إيه الخلايا اللي بتنتج هرمون الزكورة اللي هي موجودة داخل الخصية يعني هرمون الزكورة بيتم إنتاجه في الجسم الراجل بنسبة 95% من الخصي و 5% من الغدى اللي هي فوق الكلية خلاص 95% دول اللي هما الإنتاج الأساسي بتنتجهم خلايا داخل الخصية الخلايا اللي داخل الخصية دي الدوالي بتأثر عليها سلبا؟ نعم بتأثر عليها سلبا إذا أنا لما بشيل الدوالي الخلايا اللي بتنتج هرمون الزكورة بتتحسن الوظيفة بتاعتها وبالتابعية بتطلع لي هرمون الزكورة كويس بدرجة كافية طيب هرمون الزكورة لما هيبقى موجود بدرجة كافية إنتاج الخصية هيتحسن آه إنتاج الخصية هيتحسن وبالتابعية جودة الحيوان ما نوزت نفسها هتتغير يبقى إذن إحنا دلوقتي بنتكلم على كم وكيف هل الدوالي بتأثر على الكم وكيف؟ نعم 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 واضح طيب هنا بقى النقطة الأكتر أو أكتر مرحلة الناس بتخاف منها العلاج اللي فهمناه من كلام حضرتك ميكروسكوب ونبعد ده ونشيل ده يعني أول حل جراحي فقط؟ آه الدوالي ملهاش حل غير جراحي كلام الفراجة اللي هو حكاية إيه حديك أعشاب حديك أدوية حديك مش عارف إيه البسكيس رفع خاصة كل الكلام ده ده مش علاج علاج الدوالي في كل درجاتها في كل مراحلها يعني الدوالي سؤال مهم جدا حكاية في كل درجاتها وفي كل مراحلها الدوالي بتتشال نظرا لتأثيرها السلبي وليست للدرجة تاني يعني دلوقتي أنا حدي مثال واضح لو مريض عنده دوالي كبيرة ومش مأثرة على السلال منوي نعمل ولا ما نعملش؟ نعملش طيب لو عنده دوالي صغنانة جدا 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 ومأثرة على السلال منوي نعمل ولا ما نعملش؟ مفروضا نعمل يبقى إذن الدوالي بتأثير علشان نقربها ببساطة لو في مريض عنده سكر البنبونية أو الشوكولاتة هتفرق معها؟ أه تفرق معها طيب لو هم عنده السكر أهل بتشوكولاتة كاملة مش هتفرق معها لبقى إذن إحنا هنا دلوقتي إحنا بديتكلم على التأثير وليس على الدرجة إشكالية الدرجة ديت زي مأمهو ده 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 يعني بيحرم كتير من العينين إن هم يتعالجوا تحت مقولة إيه يروح للدكتور وقوله لا لا الدوالي عندك بسيطة مش محتاجة حاجة وبالتبعية هو بيحرم فرصة العلاج يعني أنا من أحد القصص المأساوية اللي أنا شفتها كان فيه مريض جالي بعد 16 سنة زواج لحظ وهو كل إشكالته كان عنده دوالي وعمل حانم جهري بتاع 7-8 مراته وفشل وخلاص والست بتاعته دخلت في يعني دخلت في مرحلة متقدمة يعني كانت دخلة يمكن على قربة الخمسين يعني فأنا قلت له أنت هتتجاوز جديد قال لا أنا مش هتجاوز جديد قلت له طب هتعمل ليه بالدوالي يعني أنا أنا عايزة يبقى كويس وهم عملت له الدوالي وبعدها السأل ما أنا بتاعه تحسن الرجل يعني كان مزهول بيقول لي طب يعني ليه دكاترة ما قالوش كده من زمان طب ليه هما ما عملوهاش طب هما ليه ما قالوش طب هما كذا أنا بدي مثالي يعني قدي إيه بيت يعني حصل فيه مشكلة ضخمة بسبب أنه دكتور أو دكتور أو أكتر أو أكتر أو أكتر آآ آآ بيبقى عدم فه أستاذ دكتور خالد سالم أستاذ جراحة الذكورة والضعف الجنسي وعلاج عقم الرجال بمركز مصر للذكورة نورتنا وشرفتنا بصحتك بالدنيا طبعا وجودك إضافة كبيرة لنا بكل مرة وزي ما قلت مشاهدينا يعني يمكن مركز مصر للذكورة غني عن التعريف شهاداته أو شهادات الناس اللي تعالجت فيه تتكلم عنه وارجع أقول نقطة مهمة كان الدكتور بيقولها على طول الراجل محتاج دكتور دكورة أو دكتور عقم رجال مش محتاج دكتور نسا وتوليد إحنا لازم نفرق في التخصصات دي واحد اتنين روحوا للناس اللي تستاهل إن انتوا تسقوا فيها لأن حاجات زي دي ما ينفعش فيها إن احنا ناخد الرزق ده مستقبل أسرة ده يعني ده فرحة عمرك إحنا بنتجوز في الآخر عشان نخلف عشان نعيش حياة زوجية سليمة فبعد كل التعب عشان نوصل لابني البيت ده مش مشكلة لو تعبنا شوية زيادة وصرفنا أكتر شوية إن احنا ندور ونتقصى ونروح للدكتور الصح في المكان الصح خليكم معنا في صحتك بالدنيا على سي بي سي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة